معنا من نيويورك مدير مكتب الحدث في نيويورك طلال الحاج طلال أهلا بك معنا إذن اللجنة الوزرية العربية الإسلامية تحمل ملف غزة إلى نيويورك ماذا من تفاصيل ولكن قبل ذلك كنا ننقل في الحقيقة كلمة مندوب السعودية أمام الجمعية العامة لو تجمل لنا التفاصيل التي أتت في هذه الكلمة أيضا في واقع لأم كنت معكم على الهواء عندما كان يتحدث السفير عبدالعزيز الواصل أو الدكتور عبدالعزيز الواصل داخل الجمعية العامة ضمن إطار جلسة حول فلسطين بالنسبة لمجموعة الوزراء الخارجي العرب القادمين إلى هنا في هذا الوقت الذي يتحدث فيه إليكم تقل طائرة قادمة من فاريس وزراء الخارجية العرب الأربعة متجهة إلى نيويورك ونتوقع أن تصل ما بين التاسعة والعاشرة من مساء اليوم بتوقيت نيويورك أي نحو الساعة الثالثة صباحا بتوقيت السعودية وزراء الخارجية هم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية التي ترأس لجنة الثمان المنبثقة من القمتين العربية والإسلامية في الرياض في الحادي عشر من نوفمبر الجاري ووزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين مجموعة الثمان المبثقة عن قمتين تضم أيضا قطر وتركيا وأندونيسيا ونيجيريا الوزراء الأربعة سيحضرون جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط يوم غد الأربعاء ويلقون بكلمات من خلالها وبحضور وزير خارجية الصين وانغ يي ووزير خارجية البرازيل ووزراء خارجية تركيا وأندونيسيا بالإضافة إلى وزراء خارجية ماليزيا وسلوفانيا بالإضافة أيضا إلى اللورد أحمد وزير الدولة في بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وربما وزراء خارجية آخرون حضروا هذه الجلسة يوم غد وهي جلسة وزارية كما تفضلت الاجتماع الشهري والدوري لهذا الشهر حول القضية الفلسطينية يكتسب أهمية كبيرة جدا وذلك لأن القرار المالتي الأخير الذي يقر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري ويحمل رقم سوى عشرين اثنين عشر الذي صدر بموافقة أو بتأييد اثنتين عشر دولة وامتناع ثلاثة الدول على تصويتها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا يحتم في نصه على الأمين العام أن يقدم تقريرا شهريا وافيا عن مدى تطبيق الأمين للقرار سبعة عشرين اثناش بتطبيق هدنات إنسانية تمتد لأيام وتتحول فيما بعد إلى وقف دائم لإطلاق النار طبعا إسرائيل من خلال سفيرها في الأمم المتحدة جيلاد أردان رفض هذا القرار وفي نفس الجلسة التي صدر فيها في الخامس عشر من نوفمبر وقال إنهم لن يطبقوا هذا القرار لنرى ماذا سيحدث وماذا سيقول تقرير الأمين العام غدا الأربعاء بوجود كل هؤلاء الوزراء وماذا سيكون رد فعل عضاء مجلس الأمن على ذلك عدم التطبيق من قبل إسرائيل هناك الآن احتمالات ضحى لإصدار بيان رئاسي خطته الصين ويدفع في اتجاه تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ولكن الولايات المتحدة تريد أن تركز هذه الجلسة فقط وبرمتها على الرهائن موضوع الرهائن في غزة وبالدرجة الأولى هناك احتمال أيضا لبيان أمريكي حول الرهائن بصورة خاصة ولكن كل هذه الأمور لم تتحدد بعد وفقا لعلمنا لحتى هذه اللحظة أما مشروع القرار العربي التي تحدثنا عليه يوم أمس على شاشة قناة الحدث وهو مشروع قرار إنساني خطته دولة الإمارات العربية المتحدة موثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن ويعنى بالدرجة الأولى بكيفية زيادة المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء غزة المجموعة العربية اجتمعت اليوم مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن قبل ساعتين من الآن على مأدبة غداء في مقر البعثة الإماراتية وذلك لمناقشة مشروع القرار الإماراتي والحصول على تأييد الدول العشر غير دائمة العضوية لمشروع القرار الإماراتي قبل أن يعرضوه على الدول الخمس الدائمة العضوية لكنني أستطيع أن أؤكد لكم أن مشروع القرار الإماراتي لن يقدم للتصويت في جلسة مجلس الأمن يوم غد الأربعاء وما زال قيد التفاوض بين العضاء في المجلس ما نسمحه ضحى من مصادرنا أن الوزراء الأربعة سيلتقون وزير خارجية الصين وانجي ووزير خارجية البرازيل وكذلك الأمين العام جوتيريش وذلك في تمام الساعة الرابعة عشر بتوقيت جرينيش وتدرس الآن مجموعة الثمان احتمال إصدار بيان قوي لهجة عن اجتماعهم بجوتيريش وبعد ذلك الوزراء الأربع سيعقدون مؤتمرا صحفيا سريعا أمام مجلس الأمن في نحو الساعة الخامسة عشر وثلاثين دقيقة جرينيش وذلك أثناء عقادة الجلسة في مجلس الأمن ونقطة أخيرة لا تتوقعوا أن يكون الوزراء من أول المتحدثين بعد كلمة الأمين العام وتقريره في الجلسة فالكلمة وفقا لأحكام مجلس الأمن تكون لأعضاء مجلس الأمن أولا ومن بينهم طبعا بريطانيا التي يترأس فريقهم في المجلس للورد أحمد وبعدها يتحدث وزراء الخارجية وفهمنا من مصادرنا المطالعة أن بدء الجلسة سيكون الساعة الرابعة عشر وثلاثين دقيقة بدلا من التوقيت المعدادة الخامسة عشر بهدف منح الوزراء فرصة مغادرة نيويوك في أسرع وقت ونتوقع أن يغادروا وقت الظهيرة متوجهين نحو دبي للمشاركة في افتتاح القمة المناخية يوم الخميس سنبقى معك في كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك مدير مكتب الحدث في نيويورك طلال الحاج كنت معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك